أعضو لجنة النزاهة النيابي يوسف الكلابي إن اللجنة المكلفة بإعداد الموازنة يجب أن تقدم جميع أولويات وحيثيات القانون الذي ستقرب بموجبه الموازنة مؤكداً أن قانون مكافحة الفساد يحتاج إلى تعديل حقيقي يوازي حجم الفساد الموجود في مفاصل الدولة وأيد ما جاء به السيد رئيس السن للجنة النزاهة ثانياً سيادة الرئيس احنا اتفقنا أنه الحكومة لمشاريع القوانين يجب أن تقدم كل أوليات القانون وليس فقط صيغة القانون ونجي هنا أنا نقراها آليات المستشارين مجلس شورة الدولة وإلى آخره حقيقة هذه المواضيع نحن نعتقد في لجنة النزاهة النيابية سيد الرئيس نعم نحن نعتقد أن ما قبل هذه الدورة ما قبل 2018 كان العراق منشغل بمحاربة الإرهاب ونحن نعرف أنه أفتين هي من تصيب العراق هي الفساد والإرهاب الله سبحانه وتعالى عاون الشعب العراقي وخلصنا من الإرهاب على الأقل عسكرياً اليوم الفساد سيادة الرئيس اللي هو المادة ثالثة الفقرة ثالثاً تعديل قانون النزاهة نعتقد في لجنة النزاهة أن تعديل القانون يجب أن يكون تعديل حقيقي متوافق مع حجم الفساد الموجود في الدولة العراقية وآلية مكافحته هذه المواد بعد طلعنا عليها الأولي هي مواد بسيطة مواد إجرائية رح نبقى بنفس الدوامة بإمكانكم إضافة وتعديل مواد كالجنة لا إحنا محتاجين نعدل قانون هيئة النزاهة بالكامل حقيقة وإحنا أيضاً قدمنا قدم بعض الأخوان قانون إلغاء مكاتب المفتشيين كإجراء لضرب مكاتب الفساد وأيضاً لم يدرج ضمن القوانين سيد الرئيس اشتركوا في القناة